أكيد حضراتكو عارفين المصيبة العالمية الإنسانية اللي موجودة في الدنيا الحريخ في كاتدرائية نوتردام اللي بقاله أربع ساعات دلوقتي خليني أقول لحضراتكو آخر تطورات تقريبا أغلبكو عارفين أنها مولعة من الساعة ستة وخمسين دقيقة شفتوا البرجة موقع شفتوا أشياء كثيرة شفتوا صور كثيرة ولكن في أخبار صادمة الخبر الصادم الأول أنه حتى الآن بنتحدث على أنه نص الكاتدرائية انتهى بنتكلم على كاتدرائية من سنة 1260 الكاتدرائية دي قعدت تتبني في 200 سنة الكاتدرائية دي في 70 مليون مواطن سايح بيجوا باريس كل سنة أو بيجوا فرنسا كل سنة منهم 13 مليون بيروحوا الكاتدرائية دي يعني ما ينفعش حد يبقى عنده جدول سياحي دي عاملة كده زي ما يبقى عندك مثلا حريف المتحف المصري هنا أو حريف أبو الهول بالنسبة لهم ده أثر ما فيهوش هزار الآثار واللوحات اللي موجودة جوه الكاتدرائية دي لا تقدر بثمن يعني حالة الفقدان وحالة الحزن اللي موجودة في العالم غير طبيعية احنا بنتكلم على نار لا تنطفق يعني لو جبنا الصورة دلوقتي هنلقى النار مكملة لغاية دلوقتي اللي أهم أنه مصادر الإطفاء الفرنسي بتقول أنه وارد جدا أنه وارد جدا بعد ساعة ونص حيبوا فاهميني يعني هذا الأمر بشكل واضح أن النيران لن تتوقف أن النيران ستستمر في الاشتعال في الفترة القادمة فنحن نتحدث عن أثر عالمي أوروبي إنساني بينتهي تماما هذه الأشياء عندما تنتهي لا تعود مرة أخرى هي مش قضية ترميم احنا بنتكلم على صعوبة في التعامل أيضا لأنه استخدام خراطيم المياه أو الطيارات اللي فيها مياه ممكن تضر الأثار أو المباني اللي موجودة فاستخدام المياه بطريقة معينة ممكن ما تبقاش سهلة يعني سلاح زوح الدين ولكن السؤال الآن إزاي ده يحصل فين أدوات الحريق فين الإطفاء الذاتي ماذا حدث لا أحد يعلم ما هو السبب الكلام كله على نيران اشتعلت في الغرفة العلوية كان فيها ترميم بنتحدث عن أن هذا المكان كان فيه ترميم فابتدت فيه حريق وأدى إلى امتداده إلى أحد الأبراج اللي انهار تماما حضراتكم حتشوفه دلوقتي البرج هو ده برج أهو شايفين هو بينار طبعا فيه برجين بعد عنه بيحاولوا أنهم يحافظوا عليهم دلوقتي فما يحدث أمامنا هي كرثة بكل المقييس كرثة إنسانية بكل المقييس جايز ناس كتير تقول اللي مرحوش مثلا باريس أو ما يعرفوش هذا الأثر يعني هو إيه الموضوع لا 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 احنا بنتكلم على شيء يتوقف عنده الفاتيكان يتوقف عنده اليونسكو يتوقف عنده كل المسؤولين في العالم رئيس عبدالفتاح السيسي كان أول رئيس عربي يكتب في هذا الأمر وكتب على الأكاونت بتاعه تلقيت بحزن بالغ نبع حريق البرج التاريخي بكنيسة نوتردام فقدان ذلك الأثر الإنساني العظيم خسارة فادحة لكل البشرية أعلن تضامني وتضامن الشعب المصري مع الأصدقاء في دولة فرنسا متمنيا تدارك آثار هذه اللحظة الإنسانية بالغة التأثير بأسرع ما يمكن وأيضا بيان من الداخلية المصرية وأيضا بيان من الأزهر كل هذه الجهات بتقف يعني خرجية أنا آسف والأزهر كل هذه الجهات بتقف وتتضامن مع حريق نوتردام زي ما أقول لحضراتكم حالة زهول ناس كلها بتسأل إزاي ده يحصل بنتكلم على أرغن جوة موجود خايفين عليه آلة موسيقية ضخمة لا يمكن تكرارها يعني لا يمكن بيتكلم على مخطوطات بنتكلم على أثار موجودة من الحرب العالمية التانية من أيام شارل ديجول محدش عارف هل هذه الأشياء محافظ عليها أو غير محافظ عليها الرئيس الفرنسي ماكرون نفسه توجه إلى مكان الحريق وكان مفروض عنده خطاب هيوجه للأمة لغاة حالة زهول يعني الناس النهاردة زي حالتنا يسألوا إزاي دولة عظيمة زي دي يحدث فيه هذا الأمر يعني هذا يعني إن كان يدل فيدل على ضعف في مواجهة مثل هذه الأشياء أو فيه شيء غير طبيعي يعني حريق لا أحد يستطيع يقافه حتى الآن